مرحبا بكم من واتيزي ويلالن بالمغرب بعد تساقط الأمطار الرعدية شاهدوا كيف فاض هذا الواد وهو مباشرة يصب في سد قدسة المغربي بعد تساقط الأمطار الرعدية شاهد كيف تتجه المياه بسرعة نحو سد قدسة بهذا الشكل فالأودية خطر ويرجى الحذر منها سد قدسة الذي يشهد في الحقيقة تراجع كبير في منسوبه بسبب الجفاف الذي يضرب شمال أفريقيا وهذه صور من سد قدسة في الآوينة الآخرة نسبة المياه فيه معتبرة وامتلاؤه ثم فيضانه المياه الفائضة منه تتجه مباشرة إلى سجرفة التربة بولاية بشر والسلام عليكم